احتفر بالكنيسة المرقصية بالقاهرة برسامة غبطة الانبا كيرولوس السادس بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية في احتفال كبير اشارك فيه نحو 100 من رجال الاي بيروس منهم جميع المطارنة والاساقفة وقد خرج موكب البطريارك الجديد من القصر البطرياركي الى الكنيسة التي كان بابها مغلقا حسب التقاليد ليفتحوا البطرياركي بقوله افتحوا لي ابواب البارد ودخل غبطته الانبا كيرولوس في موكب الحافل بين تراتيل الفرح ووقف البطريارك امام الهيكل وخرج المطارنة والاساقفة لرسامته وتنى مطران الجيزة التسكية وسلمها لغبطته وقد شهد الحفلة سيد عباس ردوان وزير الداخلية نائبا عن الرئيس جمال عبد النصر وقد شهد الحفلة سيد عباس ردوان وزير الداخلية 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 اشتركوا في القناة